اشتركوا في القناة 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 مع اني ما شغلت الكليпينج في هذا الميرور مدفاير بس انصح تشغلونا والان دخلنا للجزئية الحلوة اللي هي نحت تقدر بس تشوف الصورة وتنحت بناء على الصورة يعني اشوف الموضوع يعتبر سهل نوعا ما حاليا قاعد استخدم جراء برش عشان اسحب المكعبات كمان راح احول للبرشات الثانية مثلا درو شارب وذي الاشياء انت اقعد تحول استخدم سمود برش بسلايد ريلاكس مع شفت يعني اقعد تحول الى ما تخليه تخلي الشعر اقرب من الصورة في مشكلة اكيد رح تواجهها وين تنحت واللي هي وانت مثلا تستخدم ال draw brush وتسحب تسحب المجسم برة رح تلاحظ ان المكعبات تنسحب يعني الان وصلنا للمرحلة ما اقدر اصحب ما في مكعبات كافية عشان انحت واحدة من الطرق انك مثلا تسوي subdivide للمجسم مثلا تحط subdivision surface modifier تسوي ال apply وكذا ولكن هذا مو حل كويس في النحت الحل الافضل انك تشغل شي اسمى dynamic topology او يعني يصنع النقاط وين تنحت بنفس الوقت فلو اشغلها dynamic topology برح يطلع لك اشياء اضغط اوكي رح تلاحظ ان احولها مثلثات هنا في اعدادات يمديك تعدل عليها والان من نجي عليها الان لو انا مستخدم ال draw brush لو اضغط البرة تلاحظ انه قاعد يسحب بس بنفس الوقت قاعد يصنع مكعبات شايفين كيف طبعا هنا مكتوب relative detail او يعني يعتمد على بعدك عن الكاميرا فلو بعت على الكاميرا وضغطت خلى المكعبات قليلة ولو قربت من المكان يخلى المكعبات فيه كثيرة او انك تقدر تحول ال constant detail بس انا انصح بال relative احسا اسهل الان اقدر مثلا ازود detail size مثلا خليه ثمانية ونشوف الان كيف شايفين كيف مرة اقوى فنقدر ننحت اكثر وهذا اللي رح نستخدمه اصلا بس ملاحظة ال grab brush مثلا ما رح تزود تفاصيل حتى لو داين توبو مشغال لانه مو هذا هو وظيفته وظيفة ال grab brush انه يعدل على الشكل لكن ال brushات هذول مثلا inflate لا رح يضيف لك مكعبات مثلا هذي البلوب رح يضيف لك مكعبات مشكلة ال داين توبو انه ما يشتغل مع ال mirror modifier زي ما نشوف فرح اروح ال object mode اسوي ال apply ومباشرة من داخل ال sculpt mode رح اشغل الميرور من فوق لاحظوا رح اشغل الميرور بعد شوية من فوق حسيت قوة الداين توبو مرة ضعيفة فازدتها الشعر صنعته بفرشات بلوب زي ما قلت اول انا هنا بدت في النحت بس نسيت ان الميرور مو شغال فرح تشوفوني ارجع بكل الخطوات اللي انا مسويها فوق يمين عند الفراشة في حرف x اضغط عليه ورح سوي ميرور على ال x اقعد حاول تغير حجم الفرشات عشان نجيب افضل فرشات لهذا النوع من الشعر وبعد ما تسوي كذا عشان تسحب الشعر البرا لان البلوب برش شوي صعبة لازم تحرك الماوس بحركة دائرية وانت ضغط left mouse او left click هنا شوي طلعت مكعبات كذا خشنة فاضغط shift عشان نعمها قاعد اضغط بالماوس عشان ازيد التفاصيل والان بالقراب برش احاول اشكل الشعر نفس الصورة من قدام كمان نفسها من الجنب طفيت الجامتري ويرفريم من فوق بس عشان اشوف الشكل شوي احسن ويمكن ارجع اشغل ابعد شوي حرفيا بسوي ماسك الان لهذا الخصلة من الشعر بctrl shift left mouse وكذا راح اعزله واقدر اصوي ctrl i وانحت بس هذه الجزئية بدون ما تتأثر الجزئية الثانية اللي علي صارها الشعر من الجنب هنا شوي غلط فشلت الماسك وعدلت شوي من اول واحنا قاعدين ننحط الشعر من قدام بس ما نحطناه من الجنب فلاحظوا انه شكل شوي غلط من الجنب ورح نرجع بعد ان نعدله الان مع الدينتوبو وبروش البلوب راح نشغل جيومتري ويرفريم كذا راح نقدر نشوف كيف المكعبت تكون راح نبدأ بالشعره او الخصلة اللي في المنتصف زي ما قلت اول حركة دائرية ورح تقدروا تسوي الشعر او البلوب وطبعا الخصلة مرة مرتفعة فوق فرح نستخدم جراب براش ورح نزلها تحت هنا راح ابدأ بالخصلة اللي بعدها ممكن بعض الاماكن تكون خشنة فرح نعمها shift left mouse click اشتركوا في القناة 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 أضفت Loop Cut على الرسخ نفس ما سويت مع الكوع ونفس ما سويت مع الركبة Decimate Modifier يخليك تنقص عدد المكعبات بنسبة معينة حاليا عندنا 100% من المكعبات لو أخليها مثلا 0.01 اللي هو 1% زي ما نشوف رح يخلي 1% من المكعبات فبدل ما أشيل المكعبات يدويا زي كذا أقدر أن نستخدم Decimate Modifier ولكن ملاحظة جدا هامة لا تستخدم هذه الحركة على كل حاجة لاحظوا أني استخدمتها بس على شعر الشخصية الجسم ما سويت لذي الحركة والسبب هو شعر الشخصية ما رح يتحرك فما في مشكلة لو كانت مكعبات أشكلها أبو كلب أو مثلثات وكذا بينما جسم الشخصية كانت تحتاجة يكون مربعات عشان يتحرك كويس بالدسكريبشن تقدر تحمل رابط الواجب واللي هو فيه أسئلة ممكن تفيدك شوي